بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 80% من الطلبة بدون مبالغة كده ما يعرفوش يحلوا المسألة دي ولو مش مصدق جرب بنفسك واكتب لي في التعليقات لو عرفت تحلها معظم الطلاب لما يجوا يحلوا مسألة زي دي بيجي هنا يبدأ بالأقواص الأول ويقول مثلا 2 زائد 3 دي يساوي 5 وبقية المعادلة تنزل كده زي ما هي وبعدين الخطوة اللي بعدها يجي يضرب اتنين في خمسة يبقى عشرة فتبقى بتساوي عشرة على عشرة تطلع النتيجة بواحد والحل ده للأسف خطأ طيب تعالوا نحاول نحل المسألة دي بالأقلة الحسبة ونشوفها تطلع علينا كام وبعدين نشوف طريقة الحل الصحيح هتكون ازاي هنا مثلا عشرة فبنكتب كده عشرة ندخلها بنفس الشكل على اتنين مضروبة فيه نفتح قوس اتنين زائد تلاتة ونقفل القوس ونقول له يساوي هيطلع علينا النتيجة هنا خمسة وعشرين مش واحد طيب النتيجة بقى الصح او طريقة الحل الصح تكون ازاي خلينا نمسح كده الحل ده الاول طريقة الحل الصح ان انا اول حاجة بابدأ بيه الاقواس والاسس فبما ان هنا ما عنديش اي اسس فبابدأ بيه القوس ده واعمل العملية الحسابية اللي فيه فهنا اتنين زائد تلاتة دي طبعا بيساوي خمسة ونزل المعادلة كده زي ما هي طالما ما فيش اقواس تاني بروح ليه العملية اللي بعدها اللي هي عمليات الضرب وعمليات القسمة طيب ابدأ الاول عمليات الضرب ولا عمليات الاسمة بنقول ان المعادلة مكتوبة كده في الاتجاه ده فالاولوية لعملية الضرب او عملية الاسمة اللي هتقابلني في الاول فهنا عندي عملية ضرب هنا وعملية اسمة هنا بس وانا ماشي في الاتجاه ده عملية الاسمة اللي هتقابلني في الاول فبنفزها الاول فبالتالي بقول عشرة على اثنين بيساوي خمسة أنا كده خلصت عملية الإسمة اللي هنا وبعدين بنزل المعادلة عادي 5 في 5 يطلع طبعا الناتج بـ 25 يبقى أول حاجة بنفذ العمليات الحسابية اللي موجودة في الأقواس أو لو فيه أسس بنفذها الأول وبعدين بنفذ عمليات الضرب والإسمة وقلنا بنبدأ من الشمال العملية اللي تقابلني الأول بنفذها الأول وبعد ما بخلص بنفذ عمليات الجمع والطرح طبعا عمليات الجمع والطرح ما بتفرقش نفذ أي عملية فيهم الأول مش مشكلة تمنى كده يكون العملية واضحة وتسلسل العمليات الحسابية واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته